وسهلا بكم مشاهدين وإلى مسك ختامنا لهذا اليوم من خلال وجود الدكتورة باتول محيسن وهي مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية من جامعة اليارموك وحديثنا اليوم سيكون مشاهدين عن لقاء خاص كان مع رئيس مدلس النواب وأيضا وجود بعض الطالبات من الجامعة وتركز هذا اللقاء على دعم وتمكين المرأة الأردنية والشباب الأردني وأيضا التركيز على الموضوع السياسي وتآيئة الطلاب والطالبات والأكاديميات لخوض المعترك الانتخابي والعملية النيابية دكتورة بولك سبال خير أهلا سالة فيك ويعطيك ألف عافية طبعا قبل أن نبدأ بحوارنا عن هذا اللقاء مع رئيس مدلس النواب حابين نتعرف أكثر على المركز ونحكي عن تأسيسه والهدف من وجوده أول شيء سعد صباحكم وشكرا لكم ولتلفزيوننا الأردني ولكل الشباب والصبايا الخلف الشاشة رح أحكي أبلش أول شيء تحية صباحية لجامعتي لرئيس الجامعة وهو أول الداعمين للمرأة للأكاديمية للدكتور إسلام المساد ولكل الطاقم الموجود مركز دراسات المرأة في جامعة اليارموك أو مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة في جامعة اليارموك هو عندنا من 2011 ستي بسمة الله يطول بعمرها في تتحته وهي كما مديرة اللجنة الوطنية شؤون المرأة كان الهدف من تأسيس هالمركز أنه يكون عندنا جسر ويكون عندنا استراتيجية معينة ما بين الأكاديميين والمجتمع المحلي فالمركز عندنا بيهتم بعدة جوانب أولها عندنا أنه وجود شبكة مجتمعية محلية في منطقة الشمال وجود مشاريع دولية لتنمية عندنا وتطوير عندنا كفاءات المرأة الأردنية كما عندنا ورش تدريبية للأكاديميات الإداريات الطالبات اللي عندنا بتمكينهم عندنا اقتصادي سياسي واجتماعي الآن بنفس الوقت هالمركز هذا ليس فقط أنه هو مركز دراسات فقط ولكن هو بساعد في العملية والاستراتيجية المطلوبة منها في المرحلة القادمة واللي هو التمكين السياسي للمرأة الأوجي جميل أنا لسا أبدأ أسألك عن أهم الجوانب اللي بتركزوا عليها في دعم وتمكين المرأة هناك جوانب أكيد يعني كثير يعني بهذا الموضوع اللي نحكي من خلالها عن التمكين الاقتصادي للمرأة ولكن اليوم نحن قاعدين نحكي عن توجه سياسي وحتى تكون دائما موجودة بالعملية السياسية والحمد لله رب العالمين يعني وجود الوزيرات وجود نائبات ويعني في كافة المناصب الدولة وجود المرأة الأردنية النشمية اللي بتقوم بعملها على أكمل وجه اليوم قاعدين نحكي عن دعم وتمكين المرأة سياسيا وخوضها للانتخابات النيابية القادمة إن شاء الله هلأ هاي الاستراتيجية أو الخطة اللي وضعت الآن في استراتيجيتنا في المرحلة القادمة لمركز اللي هو دراسات المرأة في جامعة اليارموك وهاي من أولويات عندنا رئاسة الجامعة اللي هي عندنا تهيئة والتمكين السياسي للأكاديميات والطالبات والإماريات في الجامعة الآن المرحلة القادمة يعني إحنا كنا بنعرف إنه في صورة نمطية عن المرأة الأردنية دائما أن المرأة الأردنية يعني لسه ينقصها التمكين لا أنا مش مع هاي الفكرة المرأة الأردنية على فكرة وصلت إلى العالمية في منهم مبدعات في منهم طبيبات في عندنا قصص نجاح عالمية ولكن المرأة الأردنية ينقصها التمتين وهون يختلف التمتين يعني أنك تضعها في موقعها المناسب في منصبها المناسب في تصبح صانعة للقرار فمن هون إجت عنا المنهجية والاستراتيجية الجديدة في المركز اللي هي عنا تدريب عنا السياسي واللي راح تكون عنا مبادرة موجودة من قبل مركز دراسات المرأة بالتشاركية طبعا مع عمادة شؤون الطلبة إحنا الحلو عنا في جامعة اليار ممكن إحنا بنكمل بعض يعني عمادة شؤون الطلبة مع كلية الآداب مع مركز دراسات المرأة راح يصير عنا ورش تدريبية للطالبات لأن الطالبات عنا للآن عنا بالنوادي النوادي الطلابية والانتخابات الطلابية يعني لازم يكون فيها رئيسة طالبة يعني عم نحس إحنا أنه البنات يعني ما بيرضوا ما بشاركوا بانتخابات مجلس الطلبة ولكن مش كرئيس يعني لا الآن لازم تكون هي رئيسة حتى تصير عنا صانع للقرار وتغيير جذري حسب رؤية جلالة سيدنا والمرحلة القادمة في اللي هي عنا تمكين المرأة والشباب في اللجنة الملكية والمنظومة عنا لأخذت على عاطقة المرأة والشباب مرحلة القادمة هي إحنا عنا النساء لازم يكون لهم موقع والشباب جميل دائما أنا أتذكر في كلمة أحكيها ودائما هذه في قلبي يعني أنه جلالة سيدنا الله يحمى وستيرانيا لما دائما كلمة لا تهبنا المشاركة وتقدمنا إلى الأمام فالمرأة الأردنية دائما رح تكون صحيح يعني أكيد هناك رعاية ملكية سامية ودعم للمرأة بكافة جوانب الحياة ولكن اليوم نحن نحكي عن دعمها في الجانب السياسي ومتعلق بالانتخابات النيابية حكيلي على أرض الواقع دكتورة شو عملتوا حتى نشجع شبابنا أو الشبابات من الجامعة سواء داريات طالبات أكاديميات لخوض هذه العملية الانتخابية حلا بالمرحلة القادمة مرحلة اللي هي تكوين الأحزاب الانتخابات يعني اللي هي الانضمام إلى الأحزاب عم نعطي ورش تدريبية قبل أسبوعين كان عندنا حوالي 20 أو 30 دكتورة وأكاديمية لثلاثة أيام كانوا في ورش تدريبية لا عندنا التدريب الحزبي حتى يجب انضمامهم هلأ المرحلة القادمة عندنا بالحزب لازم يكون في القائمة اللي هي رقم 3 ورقم 5 بالحزب امرأة وشب يعني معنى آخر يعني احنا هلأ ما عم منصوت فقط لهم جزء لا يتجزأ من الحزب ولازم يكون دوح فعال وموجود بالعمل الانتخابي وبنفس الوقت يعني المرأة عندنا الأردنية قادرة على كل شيء أول يعني سبب نجاحها هي أسرتها إذا كانت هي تنشئ صح ببيتها بمبادئ بقيم بعادات وتقاليد صح تنشئ جيل كله يعني بيكون بالجامعات في المراكز صنع القرار جميل الآن ست اليوم نحن نحكي أيضا عن لقاء خاص كان من قبالك ووجود مجموعة من طالبات الجامعة مع رئيس مجلس النواب وكان هناك حديث وشمل العديد أمور مع التركيز أكثر على دعم المرأة وتمكينها وتمكين الشباب في النواحي السياسية نحكي عن البداية ليه خططته لهذا اللقاء نحن نعرف أنه يعني مجلس الأمة ومجلس الشعب هو أحد الركائز الأساسية في صنع القرار لما يكون لدينا نموذج في مجلس النواب لدينا وجود لدينا نائبات أو تنتين مساعدات للرئيس لأول مرة يعني النائب ميادة شريم والنائب كمان فايزة عظيبات كانوا بالانتخابات وكانوا تنتين مساعدين للرئيس مجلس النواب هاي أول مرة بتصير هذا نموذج يعني نحن كان طالباتنا لازم يجي يسمعوا منهم يشوفوا كيف كانت انتخابات يعني حصول واحدة منهم 56 صوت والثانية داخل مجلس النواب من النواب معناته آمنوا بالاستراتيجية بالخطة المدروسة أيضا كمان قدرة المرأة الأردنية على تقوم بعملها بكامل نحي فبداية كانت هاي الزيارة قبل أسبوعين كان سعادة السيد أحمد الصفضي رئيس مجلس النواب في جامعة اليارمونك والتقى في الطلبة والطالبات وكانت حوار بناء عن المرحلة القادمة والقضية الفلسطينية وعن قضية وطننا قضية فلسطين هي قضية الأردن نحن قلب واحد ودم واحد وشعب واحد ومن ثم جاءت اللي هي مبادرة ودعوة من سعادته أنه لطالبات اللي يرموك اللي عندنا اللقاء بالنائبات الموجودات وكمان أنه يكون عندنا من جميع عندنا الأقسام يعني من كلية القانون من الطب من الاقتصاد من كليةهم كان مجموعة كبيرة كان حوار شيق بيناتهم وكان عندنا زي ما بيحكوا من القلب إلى القلب جميل لما يكون الحوار أنك أنت بتحاول جيله عمره 18-19 يعرف الرؤية أنه لازم يدخل في الأحزاب لازم يغير إذا أنت بدك تصنع قرار الآن لازم أنت تكون جزء من هذا القرار صحيح فكانت هاي الزيارة وبنفس الوقت كانت من مخرجات هاي الزيارة أنه طلبوا الطالبات من سعادته لسيد أحمد الصفضي أنه يصير تدريب في مجلس النواب لإلهم جميل سياسي فبادر بشكل مباشر أنه موافق فالموافقة هاي كانت جزء كبير لهم أنه دخولهم بالشكل اللي هو ليس نظري ولكنه عملي جميل واثنين رح يكونوا عنا مبادرة من النائبات يجوا عنا على جامعة اليارونك وتصير عنا ورش تدريبية للأكاديميات والإداريات كل أسبوعين حتى يعلموهم حقوقهم واجباتهم وأنه حقهم في الانتخابات حتى يصلوا إلى تغيير جذري جميل هلأ ستي كثير من المحاور تحدثت فيها بجوز حكيتين فيها بداية كان عن القضية الفلسطينية وبالإضافة إلى الجوانب السياسية شو أكثر المحاور التي ركزت عليها فيما يتعلق بدعم الجانب السياسي للمرأة الأردنية وخصوصي وجود الطالبات لتحفيزهم للمشاركة والخوض بمجال الأحزاب وحتى يكون عندهم رأية أيضا واضحة خصوصي أن العام القادم سيكون هناك إن شاء الله انتخابات نيابية صحيح إحنا قضيتنا كما حكيت أنا بالأول كانت بداية قضيتنا قضية المرأة الفلسطينية طفل الفلسطيني يعني أكبر عنا الآن يعني بهالحرب هاي بهالدمار الشامل اللي ما فيه سلام إذا لم تتوقف الحرب وهالإبادة الجماعية كل قلوبنا يعني رح تظلها يعني تنزف دم فيعني بصراحة يعني كان موضوع حتى الجلسة في بدايتها عن أنه نصرة نساء الأردن إلى نساء فلسطين هذه النصرة لدائما نساء غزة نساء فلسطين اللي هم ما بنا نقول أهلنا هم أهلنا نحن أهل واحش نحن شعب واحد صحيح نحن دم واحد ولكن الآن المرحلة القادمة هدول الجيل اللي رح يغيره أنا بدأ أحكي شغلي يعني منشوف إحنا المقاطعات اللي أولادنا بعملوها قاعدين ب إنه لما بدهم نروحوا على المحلات بيشتروا بقولك أنا بطلت بدي أشتري هذا دم الطفل الفلسطيني طب هذا معناتها فيه رؤية سياسية معينة هذا الشاب هاي البنت بكرة بدأت تغير عنا فيه استراتيجيات كبيرة جميل هلأ احنا بنا نتعلق بالجانب السياسي أهم المحاور اللي جرته ونقشات من الطالبات شو أكثر الأسئلة اللي يعني خاضوا فيها الحوار أهم أشيء خوفهم من دخول الأحزاب يعني عندهم مثل بالباكي جراوند أنه دخولهم بالحزب يعني يعني هذا رح يعرضهم لمساءلات قانونية فكان أنه لا تطمين إلهم أنه بالعكس إحنا هاي رؤية جلال سيدنا وستيرانيا وتوجه الدولة الأردنية على وجوه إن شاء بالعكس إحنا منضمن لك السلامتك إحنا بدنا إياك تغير صحيح فهي كانت أول إشيء أنه عزوف الطلاب وبنفس الوقت كان عندنا أسئلة من بعض الطالبات إنه شو الحزب بده يقدم لي يعني أنا شو الحزب بده يعمل لي دخولي في الحزب أديش بده يعطيني أنا عجبني يعني إحدى الإجابات اللي سعاد سيد أحمد الصفضي جاوبها إنه أوكي يمكن بأول انتخابات في الأحزاب رح تكون يعني ما نشوف التمرة بشكلها الحقيقي نسبة بسيطة ولكن من هون يعني لدورتين ثلاث رح تصير على فكرة حتى الحكومة المشكلة عندنا هي حزبية يعني بمعنى آخر المرأة رح يكون لها نصيب كبير يعني ورح يكون لها دور فعال في العملية السياسية يعني أنا بحكي أنه ممكن المرأة تصير عندنا وزيرة خارجية إن شاء الله يا رب تشوف في أفضل وأعلى المناصف يعني بصراحة المرأة الأردنية قادرة أنت لما بتحكي أنها وزيرة خارجية هذه مسألة يعني دولية صحيح ولكن المرأة الأردنية قادرة أكيد يعني وزيرة خارجية تمثل الأردن صحيح في كافة المحافة الدولية دكتور يعني بنهاية الحديث نحكي عن المشاريع المستقبلية للمركز نتحدث اليوم عن الجانب السياسي قد يكون هناك جانب اجتماعي جانب اقتصادي في دعم وتمكين الشباب وتركيز أيضا على الشباب بشكل مباشر فيما يتعلق بكافة جوانب الحياة هلأ نحن عنا كثير من المشاريع مع اللجنة الوطنية شؤون المرأة واللي هي عندنا كليتها يعني دراسات في عندنا المشاكل الاقتصادية عندنا حتى في عندنا الإنجاب حتى في عندنا السياسية الاجتماعية في العنف يعني عندنا دراسات وهذه الدراسات نحن اللي بنعملها نتوصل إلى توصيات والتوصيات هاي احنا ما بنعملها فقط يعني بشكل نظري ولكن عملي يعني من روح على الميدان الآن في عندنا احدى المشاريع اللي هي مع اللي هي احدى يعني الشراكات اللي بنعتز فيها عن اللي هي البلديات وعن المجالس البلدية وعن كيف دور عندنا الطلبة في دخول عندنا في المجالس عندنا وكيف انه ممكن هدول يصنعوا تغيير لأنه التغيير بصراحة أحيانا ببلش من من محافظتك صحيح بعدين او اشي من الجامعة وقد يكون كمان من البيت من الاسرة من البيت من كله من مجتمعك الصغير ويصل لكل المملكة بعدين ببلش لاللي أكبر فنحن يعني الآن عندنا دراسات كبيرة ولكن بالوضع اللي احنا موجود حاليا يعني رح يكون معظمه عن يعني الأثر النفسي على المرأة الفلسطينية في غزة عملنا دراسة هلأ رح تطلع عالميا عفكرة ورح تنشر في جميع لغات العالم يا رب وهاي احنا بالشراكة مع كلية الطب وكلية الصيدلة وكمان كلية الأداب يعني نحن الهدف أنه مش ينكتب فقط بلغة عربية لا كافة لغات العالم حتى يصل لكل العالم لأنه حتى أنت توصل رسالتك لأي دولة لازم تكون تعرف أنت اللغات وتوصله بلغاتها صحيح كل شكر لك دكتورة يعطيك الفعافية تشرح بلقائك اليوم يعني والمركز الريادي المميز على ما سواء المملكة والقدم العديد من الأمور تعلق بالدعم متمكين المرأة والشباب في كافة الجوانب كل شكر لك يعطيك الفعافية شكرا